موسيقى طبت أوقاتكم أينما كنتم حلقة جديدة من مدار الغدوى فيها مساعٍ روسية إيرانية للسيطرة على آسيا الوسطى تحالف استراتيجي أم صراع نفوذ إيران تتراجع اقتصادياً أمام روسيا في سوريا وديمشق تتجه نحو محيطها العربي موسيقى عمل مكثف لما يشبه ميثاق تحالف يقود لتوسيع النفوذ الجيوسياسي لروسيا وبشراكة إيرانية في آسيا الوسطى والقوقاز من خلال مشاورات ظاهرها العودة للمفاوضات النووية مباطنها فهو فتح شراكة أوسع بين البلدين في مناطق النفوذ الأمريكية السابقة في أغسطس من عام 2020 عارضت روسيا بشدة في مجلس الأمن محاولة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدام آلية سناب باك ومنع رفع حضر السلاح عن إيران لعودة الأخيرة إلى مفاوضات فيينا التي انسحبت منها واشنطن عام 2015 وفي يناير من عام 2021 وقع وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف على اتفاق تعاون مع روسيا في موضوع أمن المعلومات بنية الشراكة التكنولوجية بين الدولتين في يونيو من هذا العام نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ما تردد عبر وسائل إعلام أمريكية عن نية بلاده تزويد إيران بقمر صناعي عسكري ومجموعة أسلحة وصواريخ روسية ومنذ بداية عام 2021 ارتفع حجم التعاون العسكري بين موسكو وتهران لا سيما في المجال البحري حيث قام سلاح البحرية الروسي بحماية السفن الإيرانية في البحر المتوسط وهي في طريقها إلى سوريا كما قامت روسيا في يونيو الماضي بمناورة عسكرية بحرية مشتركة مع إيران قبيل إعادة محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي أما في آسيا الوسطى والقوقاز فتقدم إيران بالتعاون مع روسيا عروضها لتلك الدول الحبيسة عن البحار لأن تكون أراضيها الممر الأفضل للطاقة الأحفورية والنفط والغاز إلى الشرق الأوسط كما أعلنت طهران أنها ستستضيف قريبا الاجتماع الثاني على مستوى وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان بالإضافة إلى روسيا وهو ما قد يؤشر على مساعي كل من إيران وروسيا لفرض نفوذهما في تلك المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بضيوفنا من طهران دكتور حسين ريران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران ومن موسكو إلينا سوبوبينة المستشارة في المعهد الروسية للدراسات الاستراتيجية ومن إسطنبول دكتور سامير صالحة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة إسطنبول مرحبا بكم ضيوفي الكرام أبدأ معك دكتور حسين من طهران ماذا نسمي هذا الاتفاق بين روسيا وإيران اليوم؟ هل هو تعاون أم تحالف استراتيجي؟ هل يرقل أن يسمى بأنه تحالف استراتيجي في آسيا الوسطى والقوقاز؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولضيوف الكرام يعني في تصوري أن التحالف الاستراتيجي هو يأتي بين نظامين متطابقين سياسيا وإيدلوجيا والمشتركات تكون كثيرة جدا بين إيران وبين روسيا هناك مشتركات كثيرة وهناك وجهات نظر متطابقة ولكن ليست في كل المجالات بالنهاية النظام في إيران هو نظام إسلامي والنظام في روسيا هو نظام علماني من هنا ما بين إيران وروسيا هو أكثر من تحالف ولكنه لا يرقى إلى المستوى الاستراتيجي نعم التعاون بين إيران وروسيا في سوريا هو كبير ومتشعب في المنطقة في البحر المتوسط في آسيا الوسطى في القوقاز في أفغانستان في كل هذه البجالات هناك تعاون كبير بين إيران وروسيا ولكن هذا لا يمكن أن يكون تحالفا استراتيجيا بمعنى الكلمة نعم ما بين إيران وروسيا هو أكثر من تحالف وما يحضر له الآن للتوقيع عليه بين البلدين هو من حيث التسمية هو تعاون استراتيجي ولكن في تصوري هو ما دون ذلك بقليل سيدة إلينا سوبونينا مرحبا بك من موسكو ما رأيك هل يرقى هذا التعاون إلى تحالف استراتيجي ومن ثم ما هي المحددات أو المنطلقات التي انطلق منها هذا التعاون في آسيا الوسطى والقوقاز مساء الخير أنا أتفق مع ضيفكم من طهران وهو يقول أن هذا هو التعاون والتعزيز علاقات التعاون ولكن ليس على مستوى التحالف الاستراتيجي وهو ذكر بعض الأسباب لهذا الشيء بالإضافة أعتقد أن روسيا لا تراهن فقط على إيران في تعاونها مع دول المنطقة وروسيا تتعاون مع دول غير ومنها دول حتى ليست صديقة لإيران وهذا أكيد يثير بعد الانزعاج لدى إيرانيين بعد الأحيان ولكن هذا أمر أصبح تقليدي والطبيعي لدى روسيا هي تتعاون مع جميع القوى في منطقة الشرق الأوسط وفي آسيا الوسطى فهذه هي سياسة روسيا التي ستستمر في المستقبل القريب فهذا أيضا سبب إضافي نستطيع أن نعتمد إليه في عدم توصيف هذه العلاقة كالتحالف استراتيجي ولكن بلا شك أن هناك محاولات متعددة للتعزيز العلاقات ما بين روسيا وإيران وفي الأول الأخير هذه المحاولات هي ناجحة جدا دكتور سمير العلاقة بين روسيا وإيران لم تكن يوما شأن أن يخص البلدين فقط لأنه دائما يكون لها تداعيات على المنطقة وعلى دول أخرى اليوم كيف تنظر تركيا إلى هذا التعاون أو التحالف الاستراتيجي أو أيا كان اسمه في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز صحيح مساء الخير لجميع أولا طبعا فيه تنصيق روسي إيراني في التعامل مع أكثر من ملف على مستوى الثنائي والإقليمي لكن هذا التنصيق بالدرجة الأساسية الآن مرتبط بحسابات المصالح حسابات الربح والخسارة المصالح تلتقي أحيانا وتتباعد أحيانا أخرى هذا التحليل ينطبق أيضا على العلاقات التركية الروسية الروسية الإسرائيلية مثلا يعني الذي يحدد مسار العلاقة بين بلدين ليس بالضرورة أن يلتقي في إطار تكتل أو تحالف استراتيجي ثابت ويعلن أنه سيذهب باتجاه بناء اصطفاف ضد اللاعبين الآخرين لذلك برأيي مرونة كبيرة في تحليل هذا التقارب الروسي الإيراني صحيح المسؤولية الأولى والأكبر برأيي هنا هي أنه في فراغ في أكثر من ملف إقليمي ناقاش وواشنطن تتحمل المسؤولية الأساسية والكبرى في إيصال الأمور إلى هذه الدرجة من التعقيد وفتح الطريق بهذا الشكل في المنطقة لذلك كل طرف الآن يحاول أن يملأ هذا الفراغ وأن يستغل نفوذه وثقله بشكل أو بأخر ولطالما حاولت تركيا القيام بهذا الدور واعتبر أساس الأتراك منطقة آسيا الوسطى بالتحديد يعني منطقة مهمة جدا منطقة أساسية برأيك هذا التعاون اليوم بين روسيا وإيران هل أفشل هذا المشروع التركي في الهيمنة والسيطرة على منطقة آسيا الوسطى؟ لا يوجد هذا الاصطفاء في الروسي الإيراني حتى نقول أنه في تنصيق يفشل مشروع التركي لأنه روسيا تنصق مع تركيا في جنوب القوقاز في الملف السوري بشكل واسع وفي أكثر من ملفات ثنائية لذلك موسكو ستأخذ بعين الاعتبار أيضا مصالحها مع تركيا علاقاتها مع تركيا التي تزدهر تتوسع وتتموضع أكثر فأكثر لذلك لا أظن إطلاقا أن موسكو لا تعرف ما الذي تفعله على الأرض في أكثر من ملف إقليمي أنا فقط كنت أؤيد أن أقول لك أنه هذا التقارب الروسي الإيراني شاهد في العامين الأخيرين مزيد من التنصيق هذه نقطة مهمة للغاية لهذا التنصيق هل سيتحول مع الوقت إلى فعلا تكتل استراتيجي أم لا الآن إيران جزء من منظمة شانجهاي عضو فاعل أساسي مجموعة 8 زائد 1 بعد الدخول الإيراني إلى هذه المنظمة البعض يقول أنه منظمة تجارية تنصيق بسيط بين الدول الأعضاء أنا رأيي الشخصي أنه شانجهاي في السنوات المقبلة ستلعب دور استراتيجي أوسع متعدد الجوانب لذلك إيران هنا في هذا التكتل سيكون لها تموضع إقليمي جديد علينا أن نرصده عن قرب دكتور حسين يعني شيء من المرونة ظهر في الموقف الإيراني الرسمي من المفاوضات برأيك هل هناك رابط بين هذه المرونة بين هذا التحالف أو هذا التعاون في آسيا الوسطى مع إيران مع روسيا عفوا يعني فيما يخص الملف النووي نعم هناك تعاون كبير بين إيران وروسيا والصين وروسيا والصين هي ترى ما تراه إيران من أن الاتفاق النووي التزمت به إيران ونقضته أمريكا غلبت أمريكا عليه ولم تلتزم أوروبا به من هنا المطالبة يعني بتنفيذ الاتفاق والالتزام به من قبل الأطراف الغربية هو موضوع مشترك بين إيران وروسيا والصين والدعم الروسي الصيني لإيران في هذا الملف مهم جدا من هنا يعني في عملية المفاوضات في فيينا في تصوري أن إيران تتسلح أولا بالاتفاق وبنود الاتفاق وإيران التزمت من 2018 عندما فرض ترامب عقوبات الحد لأقصاد إيران بقيت ملتزمة لمدة سنة كاملة أنا أسأل عن المرونة يعني إيران كانت تقول لا مفاوضات إلا في حال رفع العقوبات اليوم الموقف تبدل هل تريد بذلك هي ربما إطفاء غضب المجتمع الدولي وغضب أمريكا لتتفرغ لهذا التعاون الذي يأتي عليها بنفع جيوسياسي اقتصادي وما إلى ذلك مع روسيا لا يعني أولا إيران عندما تقول رفع العقوبات رفع العقوبات هو جزء من الاتفاق يعني الاتفاق النووي ينص على رفع كامل للعقوبات ضد إيران ورفع إيران من يعني البند السابع مجلس الأمن إلى آخره ولكن ما حدث أنه في 2018 انقلبت أمريكا وأوروبا تتحجج أنها تحت الضغط الأمريكي لا تستطيع أن تلتزم من هنا عندما تقول إيران أن أوروبا وأمريكا يجب أن تعود إلى تطبيق الاتفاق لأن إيران التزمت بالاتفاق لمدة سنة بعد فرض العقوبات الحد الأقصى وأثبتت من خلال 17 تقرير للكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ملتزمة بالاتفاق الطرف الآخر هو لم يثبت حسنيته من هنا إيران لا زالت تصر وبقوة على رفع كامل للعقوبات وإعطاء ضمانات في عدم الإنقلاب مرة أخرى على الاتفاق لا يمكن لإيران أن تأتي وتبرمج سياساتها وبرامجها السياسية والاقتصادية على شيء قائم على الرمال ويمكن أن يأتي رئيس جمهور جديد في أمريكا ينقلب على الاتفاق سيدة إلينا إحدى الدراسات أو الأفكار عن طبيعة العلاقات الروسية الإيرانية ترى بأن هذا التقارب الحاصل اليوم ربما قد أو بطبيعة الحال أدى إلى تنافس في ملفات عديدة قد يتطور إلى نزاع مشتعل ما رأيك؟ لا أنا لا أتوقع أنه ممكن يكون هناك نزاع ما بين روشيا وإيران في منطقة آسيا الوسطى على ماذا؟ بالعكس الآن قمة دول شنهاي قد وافقت على انضمام إيران إلى هذه المنظمة كعضو كامل وعملية الانضمام قد بدأت الآن هي ممكن أن تستغرق فترة معينة ولكن أكيد هناك موافقة من قبل دول أعضاء على هذا الشيء وروسيا أصرت على أن تكون هناك هذه الموافقة كما أصرت صين على هذا الشيء كان فيه اعتراض من قبل بعض الدول على عدوية إيران في منظمة جنهاي على سبيل المثال تجيكستان وهي من دول الاتحاد السوفيتي السابق كانت تعطارد على هذا الشيء بسبب وجود خلافات على توصيف الحزب الإسلامي التجيكي كحزب غير مقبول قانونيا ولكن إيران كانت تتعاون مع هذا الحزب وهو معارض في تجيكستان ولكن الآن تم حل هذا الموضوع وليست هناك أي مشكلة حتى انضمام دولة إيران إلى منظمة جنهاي هو الدليل أن هناك التوافق في الصفوف هذه المنظمة وروسيا لا تتوقع نشوء أي نزاعات ما بينها وإيران في هذه المنطقة ولكن أنت ذكرت أيضا سيدة إلينا بأنه روسيا تحرص على علاقات جيدة مع كل الدول سواء في آسيا الوسطى أو غيرها وبالتالي هناك خلافات حدودية بين إيران تركمانستان وأذربيجان أيضا ألا يلقي بهذا بمزيد من الضغط على موسكو يعني موسكو تحظى بعلاقات جيدة مع هذه الدول الإيران يوجد حالة أشبه بالعداء بينها وبين هذه الدول روسيا تحاول أن تلعب دور الوسيط في هذه المشاكل على سبيل المثال بالفعل كانت هناك منذ بضعة السابيع مناورات في الققاز ما بين أزربيجان ودول أخرى أيضا وإيران قد عبرت عن قلقها بسبب هذه المناورات ما بين أزربيجان وجورجيا على سبيل المثال وأيضا بسبب المساعدات التي تقدم إسرائيل للدولة أزربيجان وهي الحدودية مع إيران فروسيا كانت قلقة جدا بسبب هذا التصعيد والحمد لله قد انتهى الآن وروسيا ارتاحة لانتهاء ولو موقعا لهذه المشكلة وروسيا مستعدة أن تتوسط ما بين هذه الدول وإيران كما روسيا توسطت ما بين إيران وتركيا في شأن سوريا سابقا إذا تتذكروا خاصة في الغرب كانت هناك أقاويل كأن روسيا لا تستطيع أن تتعاون مع الجميع في الملف السوري كأنها كانت تختار ما بين دور إيران ودور تركيا ولكن روسيا حققت برأي نوع من المعجزة وشكلت عملية أستنى وقالت أن روسيا وإيران والتركيا ستتعاون في إطار هذه العملية على قدم المساواة وهذا ما صار دعيني أسأل دكتور حسين هل تعاون اليوم إيران على موقف روسي ربما شبيه بالدور الذي لعبته روسيا في دمشق أو في سوريا بالنسبة لإيران وخلافاتها مع أذربيجان والدول المجاورة الحدودية يعني هناك تعاون كبير بين إيران وبين روسيا في كثير من المجالات يعني على سبيل المثال أقول في أذربيجان يعني أذربيجان كانت تطالب بمعبر ليوصلها إلى منطقة نخجوان الموجودة غرب أرمينيا وهناك عدم تواصل أرضي يعني بري بين قسمي أذربيجان وهي أرادت أن من أرمينيا أن تعطيها المنطقة الحدودية مع إيران حتى يتم هذا التواصل إيران رفضت والمناورات حدثت في هذا المقابل هذا الموقع بالتحديد لماذا؟ لأن إيران ترفض أي تغيير في الحدود في هذه المنطقة إذا كانت يعني إذا تم إعطاء أذربيجان هذه المنطقة سيكون بإمكان تركيا أو أي طرف آخر أن يتوصل إلى بحر قزوين ويغير الجيو فوليتيك الجيو فوليتيكية الموجودة في هذه المنطقة وهذا لا يمكن أن تقبل به إيران في نفس الوقت روسيا لا تقبل به من هنا ما قامت به إيران من منع لأذربيجان وأرمينيا من تغيير واقع الحدود القائمة في المنطقة هو يتطابق مع القانون الدولي يتطابق مع مصالح إيران وروسيا في نفس الوقت من هنا التطابق بين البلدين يعني يزداد يوما بعد يوم بسبب وجهات النظر التي يحملها الطرفان وكذلك استعداء الغرب لكليهما من هنا هذا التعاون وضحت فكرتك دكتور حسين دكتور سمير هذا التعاون الإيراني الروسي اليوم هل يدفع أمريكا برأيك وتركيا أيضا إلى فتح صفحة جديدة وإبرام نوع من أنواع الاتفاقات المتعلقة بآسيا الوسطى والكوقاز لا أظن أظن العكس هو الصحيح أنه الآن في تباعد تركيا أمريكيا واضح في ملفات كثيرة وفي تقارب تركيا روسيا أيضا واضح في العديد من الملفات أظن أنه إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم في هذا التباعد بين أنقرة وواشنطن فالتقارب التركي الروسي سيكون أكثر وسيتحول إلى تنصيق استراتيجية أوسع في ملفات عديدة لذلك أظن أنه واشنطن إذا لم تغير من سياساتها ومواقفها في التعامل مع هذه الملفات التي تقلق أنقرة لن يكون هناك هذا التقارب الآن نعم كما قلت لك قبل قليل واشنطن سياستها الإقليمية في التعامل مع هذه الملفات التي نتحدث عنها هي التي فتحت الطريق أمام روسيا طبعا روسيا نجحت باحتراف كبير في ديبلوماسيتها العريقة المعروفة تاريخيا باستغلال كل نقاط الخلاف التوتر والفراغ الموجود وتحولت الآن في ملفات جنوب القوقاز في ملف السوري في ملف آسيا الوسطى ربما في المرحلة المقبلة إلى الحكم والحكيم والمحكيم في نفس الوقت ولكن لنتحدثنا عن هذه المنطقة ربما تركيا ترتكن إلى أدوات ومعطيات لا تمتلكها دول أخرى طامعة أو ترنو إلى التواجد والتمدد في هذه المنطقة مثلا هناك أدوات ثقافية أيدولوجية هناك قواسم لغوية مشتركة بين تركيا وبين أبناء هذه المنطقة ألا يمكن لهذه القواسم والمحددات أن تحد من أي محاولات أو أي نوع من أنواع التعاون والتحالف الدولي لبسط السيطرة عليها؟ طبعا تركيا ذهبت بمنحة أوسع وأكبر تجاوزت موضوع هذا التنصيق للثقافي التعليمي اللغوي الاقتصادي وذهبت بمنحة حسب الملفات باتجاه تنصيق عسكري أمني استراتيجي في مطلوع جنوب القوقاز كما تعرفين تركيا أعلنت بشكل واضح وقوفها إلى جانب أذربيجان وقدمت لها الدعم العسكري اللوجيستي اللازم المسيارات التركية في المعارك العام المنصرم مسألة واضحة والذي فتح الطريق أيضا أمام أن تكون تركيا لعب مؤثر في جنوب القوقاز وما أغضب إيران هو التفاهمات التي تمت مع الجانب الروسي الجانب الأرميني والجانب الأذري باتجاه فتح الطريق في معبر لاتشين أمام أرمينيا وباتجاه قليم كارباغ بالمقابل فتح معبر الذي تصر عليه تركيا استراتيجيا في نحشيبان هذا يعني أنه هذه الاتفاقيات التي تمت الآن تلزم الجميع هذه مسألة تناقش داخل الأراضي الأذربجانية داخل الأراضي الأرمينية بالتنصيق مع تركيا ومع روسيا لا أظن إطلاقا أن المسألة تعني إيران لا من قريب أو من بعيد دولة مجاورة هنا السؤال لسيدة إلينا الجميع يحترم إيران سيدة إلينا يعني ضيفي من اسطنبول يتحدث عن تنصيق مع الجانب الروسي بخصوص هذه المنطقة عندما يتم التنصيق بين روسيا وأي دولة أخرى هل يتم خلط الأوراق؟ هل تتقاطع ملفات دولية وإقليمية أثناء عملية التنصيق؟ أكيد أن هناك تتقاطع المصالح بعض الأحيان فبهذا السبب أقول أنه في كثير من الأحوال الخارجية الروسية وإدارة الرئيس تحقق معجزات لأنه بعض الأحيان إيجاد التوافقات هو أمر صعب للغاية فالتوصل للمعادلة في هذه المناطق وهي معقدة جدا وأكيد أمر صعب للغاية وخاصة أن هناك ليس فقط موضوع التوافقات ما بين هذه الدول أما هناك أيضا مصالح دول غربة وهي تضع راقيل في كثير من الأحوال أمام هذا التعاون ولكن حتى الآن روسيا كانت تنجح ولأمتى ستستمر هذه النجاحات لا أحد يعرف بشكل دقيق ولكن أكيد أن روسيا ستبذل جهودها من أجل تستمر في هذا النهج دكتور حسين كنت قد طرحت سؤال على ضيفي من تركيا برأيك اليوم اللعب التركي بقواسم اللغة اللعب على الهوية الثقافية وما إلى ذلك والدين وإلى آخره هل يمكن أن يعيق ربما أي تواجد إيراني روسي أو أي تواجد دولي في هذه المنطقة؟ يعني أولا دعيني أعلق على ما تفضل به دكتور صالحة يعني في الستينات عندما وقعت اتحاد السوفيتي وكوريا وكوبا عفوا على اتفاق واستقرت بعض الصواريخ الروسية في كوبا أمريكا كادت أن تأخذ العالم كله إلى حرب عالمية ثالثة لأن هناك صواريخ روسية في كوبا يعني أن تكون هناك في الأراضي الأذربيجانية قواعد عسكرية لإسرائيل أو أن يكون هناك تغيير في الحدود الدولية في المنطقة بما يهدد مصالح إيران هذا غير مقبول ولن تقبل به إيران ولن تسمح به حتى لو تطلب ذلك ما تطلب ولكن ما أريد أن أقول أولا هذه المنطقة هي تاريخيا لم تكن يوما جزء من تركيا أو الدولة العثمانية هي كانت جزء من الامبراطورية الفارسية بالمناسبة يعني آسيا الوسطى كانت جزء من خراسان والقوقاز إلى مناطق يعني كل أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكذلك جزء من القوقاز الشمالي كان جزء من إيران وروسيا القيصرية احتلت هذه المناطق في ثلاثة حروب متتالية وضمتها لها من هنا القاسم المشترك بين إيران وهذه المناطق ثقافيا دينيا في الكثير من الأمور هو كثير جدا تصور أن المشتركات اللغوية هي وحدها كفيلة بإيجاد حالة جديدة أتصور أنها نظرية خاطئة هذه المناطق ترتبط بشكل كبير جدا ثقافيا وتاريخيا مع إيران وليس مع مكان آخر ولكن هذا لا يمنع أن تكون هذه المناطق على تواصل مع كل الأطراف ومنها تركيا شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران والشكر أيضا لسيدة إلينا سوبونينا المستشارة في المعهد الروسي لدراسات الاستراتيجية من موسكو ودكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة اسطنبول شكرا لكم ونناقش أيضا معكم في مدار الغد إيران تتراجع اقتصاديا أمام روسيا في سوريا ودمشق تتجه نحو محيطها العربي أهلا بكم من جديد في مدار الغد تصريحات إيرانية خرجت مؤخرا لتكشف عن خسارة طهران المنافسة الاقتصادية مع روسيا في سوريا ربما تأتي لتؤشر على موقف مجتمع الأعمال السوري خاصة غير الرسمي من التعاون الاقتصادي مع إيران وتفضيل الوجود الروسي عليه ما جعل هذا المجتمع ينقسم لفريقين وذلك في وقت باتت فيه دمشق أقرب إلى محيطها العربي من أي وقت مضى وتحديدا مع اتساع دائرة التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول عربية وهو ربما يقلك طهران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دكتور حسين ريران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران ومن موسكو إلينا سوبون المستشارة في المعهد الروسي لدراسات الاستراتيجية مرة أخرى مرحبا بكم دكتور حسين عندما يقول رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية سيد علي أصغر ويميز بين مجموعتين من رجال الأعمال في سوريا مجموعة تتعامل مع إيران وهي مجموعة مستعدة للتعاون والعمل بشكل كامل مع إيران وأخرى أسماهم بأنهم رجال أعمال سوريين يتعاملون مع روسيا وقال بأنهم معارضين للأسد ألا يعتبر هذا ربما نوع من التهديد لكل تاجر أو كل رجل أعمال يود التعاون الاقتصادي مع روسيا يعني أولا موضوع تعامل إيران مع سوريا هو يعاني من أزمة بسبب أن أولا إيران محاصرة وليس هناك من تواصل بري مريح بين إيران وبين سوريا بسبب الأحداث في العراق والطريق البحري هو طويل نسبيا يعني بسبب أنه يجب أن يذهب باتجاه بحر العرب والبحر الأحمر فالبحر المتوسط روسيا أقرب بحريا إلى سوريا وهي تتعامل مع الكثير من التجار في سوريا لا أتصور أن الموضوع يرتبط بالتنافس بين إيران وروسيا هي ترتبط بظروف تعيشها إيران بسبب الحصار وسوريا نفس الشيء تعيش ظروف حصار قيصر المفروض وعلى يرتبط ربما هنا الموضوع بمزاج رجل الأعمال السوري اليوم ربما رجال الأعمال السوريون يفضلون التعاون مع روسيا الانفتاح على روسيا اقتصاديا ولا يرغبون بالتعاون مع إيران غير مرحب بها في سوريا لا هذا الكلام أيضا غير صحيح يعني هل رجال الأعمال لا يرحبون بإيران لا هذا الكلام بالتعاون مع إيران بالتعاون الاقتصادي والاستثمارات مع إيران والشراء والبيع من إيران نعم 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 يعني في حين أنا قلت أن الأمور ميسرة أكثر لروسيا في هذا الإطار الموضوع ليس تنافس بين إيران وروسيا يعني أولا سوريا بسبب ظروف الحرب والدمار هي بحاجة إلى إعادة إعمار وهناك يعني مجالات كثيرة لإيران وروسيا وقد تزيد عن هذه الدولتين هناك الصين الآن دخلت في هذا المجال وهي لم يكن لها أي دور يعني يذكر في الحرب ضد الإرهاب في سوريا نعم بشكل طبيعي علاقات سوريا هي كانت مع المحيط العربي مع أوروبا مع الكثير من الدول الآن الظرف تغير هي الآن تريد أن تقلب صفحة وتقوم بعلاقات مع روسيا ومع إيران الوضع مع روسيا ميسر أكثر بسبب أنها لا تعاني من الظرف الذي تعاني منه إيران سيدة إلينا ما رأيك عندما تخرج تصريحات إيرانية تصف اليوم ما يجري في سوريا بأن المجتمع مجتمع رجال الأعمال مجتمع التجارة والصناعة وكل ما يندو تحت هذه المظلة اليوم من قسم إلى قسمين قسم مع روسيا معارض للنظام الحاكم اليوم في سوريا وقسم مع إيران يدعم الرئيس الأسد ما رأيك بهذه التصريحات وإلى أي مداهية حقيقية فعلا والله هذا التحليل إذا كان بالفعل صحيح فهو غريب ولا يعكس حقيقة الوضع لأن هناك حتى رجال الأعمال السوريين يتعاونون مع إيران وروسيا في آن واحد ومع دول غير فروسيا ليست لديها أي مشكلة بتعزيز التعاون الاقتصادي ما بين إيران وصوريا وروسيا تتفهم ضرورة هذا التعاون لأن العلاقة ما بين سوريا وإيران هي علاقة قديمة ومهمة وروسيا بالعكس تسعى لتوافقات ما بين سوريا ودول منطقة كما روسيا مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومع التعاون ما بين سوريا والأردن على سبيل المثال ما بين سوريا ومصر وهذا التعاون هو يستأنف كما روسيا رحبت بفتح سفارة الإمارات من جديد في دمشق تعود سوريا إلى محيطها وعمقها العربي تكثر الاستثمارات والشركات الاقتصادية مع دول الخليج مع دول مجاورة ودول كثيرة عربية أين هي المصلحة الروسية هنا المصلحة الروسية هي واضحة جدا أنه عندما تعود سوريا إلى طبيعة علاقاتها مع جيران ودول غير فهذا ممكن أن يخلق ظروف مناسبة أكثر لوضع استثمارات في سوريا حتى من قبل رجال أعمال روس فالعقوبات ضد سوريا هي تعرقل هذا التعاون فهناك حتى خطة لتخفيف هذه العقوبات من قبل دول الغرب إذا وافقت أمريكا على هذا الشيء فهذا يتطلب مزيدا من المحادثات ولكن دول جيران ممكن أن تلعب دورا مهما في هذه العملية دكتور حسين هذا الموضوع يمثل نفس ما يمثله بالنسبة لروسيا هل إيران اليوم ترحب بعودة سوريا إلى عمقها العربي وجود استثمارات وشركات اقتصادية مع دول خليجية وما إلى ذلك يعني أولا سوريا قبل الأحداث كانت علاقاتها مع العالم العربي ولم يكن هناك أي موقف إيراني سلبي تجاه هذا الواقع يعني قوة سوريا هي قوة لإيران وروسيا قوة سوريا هي قوة لمحور المقاومة من هنا في تصوري أن رفع العقوبات عن سوريا الحضور المرتقب والمشاركة المرتقبة لسوريا في الجامع العربية فتح الآن الحدود الأردنية فتح الأسوائق الخليجية لبعض المنتجات الزراعية السورية يعني كلها هي تصب في مصلح الدمشق وهذا أتصور أنه يعني يخفف العبع عن إيران وسوريا الداعمان وروسيا الداعمان الأساسيان لسوريا ولكن ألن تتأثر المصالح الإيرانية الاقتصادية على الأقل اليوم يعني هناك شبه يعني حالة من شبه الاحتكار للسوق السوري اليوم سواء بالبضائع وما إلى ذلك ألن تتأثر اليوم إيران وخصوصا أنه علاقتها مع دول الخليج مثلا ليست بالعلاقة الأمثل لا 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 يعني أولا كل التبادل التجاري بين إيران وسوريا لا يتجاوز الخمسين مليون دولار ولن يتأثر بهذا الموضوع يعني في تصوري أن العامل الاقتصادي والتبادل التجاري هو لا يمثل تحالفات أي دولة هو يمثل جزء من يعني المشهد ولكن التحالف بين إيران وسوريا وكذلك بين سوريا وروسيا هو في الجانب السياسي والاستراتيجي من هنا لا أتصور أن التعامل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي مع المحيط العربي يمكن أن يغير هذه المعادلة طيب سيدة إلينا برأيك اليوم يعني نشهد خروج رجال أعمال سوريين من سوريا نشهد استثمارات سورية كثيرة في مناطق مختلفة من العالم إلى ماذا يعود ذلك هل هي السياسات التي تدفع برجل الأعمال السوري إلى الهجرة هل هناك حالة من الاحتكار يقوم بها سواء الروس أو الإيرانيين تجعل أبناء البلد غير قادرين على ممارسة عملهم بشكل جيد أم أن هناك أسباب أخرى والله إذا كنا نتحدث عن رجال أعمال سوريين موجودين خارج فأكيد لهم قراءاتهم بما يحدث وهي متعلقة بعدم الاستقرار في سوريا وهو للأسف ما زال موجود هذا هو واقع وأن هناك حتى سوريا هي ما زالت دولة مقسمة هناك وجود أمريكي ووجود تركي وهذا الوجود هو غير شرعي لأنه لا أمريكا ولا تركيا لم تنسق مع دمشق هذا الأمر فأكيد أنه هناك قلق مازال موجود كيف ستطور الأمور فيما بعد فهذا هو طبيعي لأنه الاستثمار هو دائما جبان وخائف فالمستثمرين هم يخشون من عدم الاستقرار فهذا أحد الأسباب الرئيسية وليس الاحتكار من قبل إيران ولكن الروس يعني الروس معروف بأنه إمكانيات في سوريا هي واسعة جدا معروف أنه الروس اليوم ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم حتى أكثر من الإيرانيين لا أنا لا أتفق مع هذا الشيء هناك لحتى الآن الوضع لا يسمح بالاستفادات الاقتصادية حتى لرجال أعمال روس وهدف روسيا بوجود في سوريا وأكثر شيء سياسي وستراتيجي ويتعلق بوزن روسيا على الصعيد الدولي وأيضا هو متعلق بدور روسيا ووزنها في مجلس الأمن وأيضا موضوع مكافحة الإرهاب هو بنسبة لروسيا مهم للغاية ولكن رئيس غرفت هي ليست في المرتبة الأولى رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية السيد علي أصفر قال بأن الفوائد الاقتصادية لسوريا تذهب معظمها إلى روسيا كيف تعلقين على هذا التصريح ويمكن يمكن يعتقد ذلك لكن لا أتفق مع رؤيته كما لا أتفق مع تقسيم رجال أعمال سوريين إلى معسكرين أو قسمين فهذا الطرح برأيه ليس له أساس واقعي ما رأيك دكتور حسين هل فعلا الفوائد الاقتصادية تذهب معظمها إلى روسيا اليوم حتى أن السيد علي توقع تكرار سيناريو العراق في سوريا وصفه بأنه كارثة يعني أن العراق في نهاية المطاف بات التعاون الاقتصادي ربما بينها وبين تركيا أكبر من التعاون بينها وبين إيران حسب وجهة نظرة يعني في تصوري أن إما إما أن ترجمة الخبر هي خطأ أو أن السيد أصغري هو لا يمتلك كل المعطيات يعني أولا حجم التبادل بين إيران والعراق هو يزيد عن 12 أو 13 مليار دولار حجم التبادل في سوريا هو لا يتجاوز الـ 50 مليون دولار لا أدري يعني من أين جاء بوجه التشابه بين العراق أولا وسوريا وأن ما حدث في العراق سيتكرر في سوريا إيران لم تكن أساسا تمتلك في سوريا علاقات اقتصادية واسعة منذ يعني عشرات السنين العلاقات كانت محدودة ولكن كانت سوريا وإيران تلتقي في السياسة وليس في الاقتصاد وفي تصور أن الواقع الجديد هو يعني إعادة إنتاج لما كان سابقا قد يكون هناك طبوح نعم ولكن هذا الطبوح بحاجة إلى ظرف سياسي يسمح بتحقيقه تمام شكرا جزيلا لك دكتور حسين ريوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران كنت معنا من طهران شكر موصول أيضا إلى سيدة إلينا سوبونينا المستشارة في المعهد الروسي لدراسات الاستراتيجية كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لكم إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها مساعن روسية إيرانية للسيطرة على آسيا الوسطى تحالف استراتيجي أم صراع نفوذ إيران تتراجع اقتصاديا أمام روسيا في سوريا ودمشق تتجه نحو محيطها العربي نهاية حلقة اليوم من مدار الغد إلى اللقاء